صباح النور صباح العزة والصمود لنا في غزة نقفوا هنا من باب الواجب لا غير الظرف ما يسمحش نحكيه على الكورة نحكيه على الرياضة كيما مستنسين لهذا نقفوا كيما قلنا لهنا لأنه هذا حقكم علينا مش نحاول نعطيكم أهم الأخبار الرياضية في النشرة مختصرة جدا نبدأ بالليلة الألمة اللي عاشتها غزة البارح اللي حركة شعور برشم لعبية معروفين نجوم كورت قدم نذكر كما مسعود أدزيل اللي هبط تويت يتسائل على السبب اللي يخلي قنابل طابط على غزة كل ساعة وتقتل في أبرياء بالكثافة هذي يقول أدزيل انه هذا كابوس وقعد يتسائل وين الانسانية وينهم الناس رياض محر الزيدة اكتبه وقال انك تساند الفلسطينيين وتتضامن معهم هذا لا يعني انك تساند في حميز دونك يعطي لهنا في نقاط المعنى الحقيقي لكلمة فلسطين حرة وغيرهم من وجوم كورت القدم في العالم اللي تفعلوا مع اللي لأمتاع البارح نزلنا نذكرون منتخبنا الوطني لتونس العب البارح مقابلة والديام على اليابان اخسار اثنين مقابلة سفر بمطوية تقبلناها في الاتقايق تاثة واربعين وتسعة وستين لهزيمة ثانية بالنسبة لمنتخبنا في الجولة الأسيوية بعد هزيمة أولى ذات كوريا الجنوبية أربعة مقابل سفر حتل تاوى ما زالت قايمة تعينات مقابلات الجولة السابعة من البطوط الرابط المحترفة الأولى سنذكركم بالمقابلات في انتظار ممكن قارارات قد تأتي في خصوص تأجيل الجولة هذه نهار لسبت مقابلة القوية في الاتحاد بين جردان في قفصة بين ساعتين ونصف في بن جنيت مع ساعتين ونصف مقابلة اتحاد من منستير والنيدي رياضي الاسفاقسي تتعدى على القناة الوطنية الأولى نهار لحد في حماد العقر بي بيرادس ساعتين ونصف نادي الافريقي مع الأولمبي اللي بيجي تتعدى على القناة الوطنية الأولى زاد المقابلة ذايا والملعب الأولمبي بيسوسة يحتضن نهار لحد مع الساعتين ونصف مقابلة النجم الريد الساحلي ومستقبل سليمين تتعدى على القناة الوطنية الثانية ونهار لحد زاد في نفس التوقيت في المرسى مستقبل مرسى مع نجم المتلوي نكمل بالكورة خارج تونس أهم النتائج بالنسبة للبارح في تصفية الأورو البارح إنجلترا ربحة القمة وقدم إيطاليا ثلاثة مقابل واحد مقابل ودي البارح بين مالي والسعودية وفي ثلاثة واحد لمنتخب المالي وفي تصفية المنديال قارة أمريكا الجنوبية البرازيل مع الأوروغوي الأوروغوي ربحة اثنين مقابل سفر البرو مع الأرجنتين الأرجنتين ربحة اثنين مقابل سفر النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على